السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا حول فضل ذكر الله جل علا ذكر الله هو اساس العبودية لله لانه عنوان صلة العبد بخالقه في جميع اوقاته واحواله وقد ذكر الله تعالى الذاكرين في كتابه باجل الدكر فقال سبحانه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والله تعالى امر عباده المؤمنين بالذكر الكثير فقال جل علا يا ايها الذين امنوا اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا لذا قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته من الاذكار ما يملأ الاوقات فلكل حالة او زمن ذكر يخصه ففي الصباح اذكار مخصوصة وفي المساء كذلك اذكار مخصوصة وكذا عند النوم وعند اليقضة وعند دخول البيت والخروج منه وعند طعامه وشرابه وغير ذلك من احواله ومن حافظ على هذه الاذكار فانه لا شك سيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبهذا يأمن مما اتصف به المنافقون حيث يقول الله تعالى عنهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ايها الاحباب الكرام ذكر الله هو الفرقان بين المؤمنين والمنافقين فصفة المنافقين انهم لا يذكرون الله الا قليلا وصفة المؤمنين انهم يذكرون الله تعالى على كل حال وهم مرتبطون بربهم فالارتباط بالله حياة واللجوء اليه نجاة والقرب منه فوز ورضوان والبعد عنه ضلال وخسرا ان الشيطان لا يغلب الانسان الا اذا غفل عن ذكر الله فذكر الله هو الحسن الحصين الذي يحمي الانسان من مكائد الشيطان والشيطان يحب للانسان ان ينسى ذكر الله علينا ان نعلم ايها الاحباب الكرام انه من يذكر ربه عز وجل يذكره الله تعالى في ملأ خير منه وهو القائل فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذا كان الانسان كثيرا يصر حينما يبلغه ان ملكا من الملوك ذكره في مجلسه فاتنى عليه فيقول حاله اعظم من ذلك اذا ذكره الله تعالى وهو ملك الملوك يذكره الله عز وجل في ملأ خير من الملأ الذي يذكره فيهم لا بد من ذكر الله على الدوام فاهل الجنة لا يتحصرون على شيء الا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكر الله عز وجل فان دوام الذكر يعني دوام الصلة بالله عز وجل العلماء ذكروا جواز الذكر بالقلب واللسان حتى للمحدث وحتى للجنب والحائب والنفساء وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بخلاف قراءة القرآن وربنا عز وجل يحمسنا لذكره والدعاء بين يديه فقد قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنا عند ضني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ولو لم يكن في الدكر إلا هذه وحدها لكثى بها فضلا وانظر أيها الأحباب الكرام انظروا إلى هذا الحديث العجيب في بيان فضي الدكر والذاكرين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاذا عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذذب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعنقهم ويضرب أعنقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الذكر أيها الأحباب الكرام هو طريق السعادة وطريق الطمأنينة وطريق الراحة ألم يقل رب العزة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليس المقصود بذكر الله تعالى هو التمتمة بكلمة أو كلمات والقلب غافل أولاه عن تعظيم الله وطاعته فالذكر باللسان لابد أن يصحبه التفكر والتأثر بمعاني كلماته قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تدرعا وخيفة ودون الجهر من القول وبالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين فلابد أن يعي الإنسان الداكر ما يقول فيجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان ليرتبط الإنسان بربه ظاهرا وباطنا أحبابنا في الله تعالوا بنا نقوم بجولة في رحاب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نستشف فيها فضل ذكر الله جل جلاله فقد ورد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة حول فضل الذكر وبركته وأيضا وردت أحاديث نبوية شريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تحط عن الذكر وتبين فضائله ومن ذلك ما قاله ربنا عز وجل في كتابه العزيزة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا يعني بغير عدد أُذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا حتى تشعر بالتعب وقال جل جلاله ودم الحيض والنفاس وتربية الأولاد وأشغال البيت فالرجال المفروض أن يذكر الله أكثر من النساء والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمة وقال تعالى وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فذكر الله مطلوب طول اليوم لكن بالخصوص عند العشي والإبكار يعني عند شروق الشمس وعند غروبها هذا وقت مبارك الإنسان يكثر فيه من التسبيح والتكبير والتهليل والحمد لله رب العالمين وقال الله عز وجل وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا يعني بُكْرَةً في الصباح الباكر مبكراً وأصيلة يعني عند غروب الشمس وفي المساء وقال الله جل جلاله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فمن ذكر الله تعالى في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه وعلينا أن نذكر الله تعالى ونشكره على النعم التي أسداها إلينا وخصوصاً أن وفقنا لذكره فهناك من مفق لأشياء أخرى لكن مادم ربنا وفقنا لذكره فعلينا أن نشكره على هذه الهداية ولذكر الله أكبر يعني في سياق الحديث عن الصلاة وبقية الأعمال كلها مقربة إلى الله لكن ذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر بمعنى أن من واضب على الذكر في كل وقت وحين يكون أبعد الناس عن الخطايا لأن الصلاة خمس مرات في اليوم تكون لمدة سبع إلى عشر دقائق إلا أن الذكر يكون طيلة اليوم في كل وقت وحين وقال ربنا عز وجل واذكر ربك في نفسك تدرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكون من الغافلين بمعنى أن نذكر الله تعالى على كل حال مرة نذكره بالجهر مرة نذكره بالسر ومرة نذكره بالخشوع وكذا سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة في إحدى الغزوات يرفعون أصوتهم بالذكر فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصمّاً ولا أبكب إنكم تدعون سميعاً مصيراً فنزلت هذه الآية اذكر ربك في نفسك تدرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكون من الغافلين اذكر الله تعالى غدوة يعني في وسط الظهار وفي آخر الظهار وإياك أن تغفل عن ذكر الله لابد أن تكون متصراً بالله عز وجل حتى وسط العمل لما تعمل اذكر الله وحينما تنتهي من العمل ومن العبادة زد في ذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرى فالآية تتكلم عن الحجاج وعن المعتمرين أدوا مناسك الحج عليهم بعد المناسك أن يواصلوا ذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرى وحضرنا ربنا عز وجل أن نغفل أو نتلغى بأشياء دنيوية تغفلنا عن ذكر الله فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إياكم أن الأموال والأولاد والأشغال تلهيكم عن ذكر الله تعالى وتسبيحه وتكبيره وتحميده وهكذا الآيات القرآنية في ذكر الله كثيرة جدا أما في السنة فقد أبدع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحاديث المباركة التي كان يتنفس حولها الصالحون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاغا عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورقي وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويدرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالحي هو الذي يذكر الله حتى ولو انتقل إلى دار الآخرة يسمى حيا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فالمؤمن يظل دوما حيا لأنه دوما داكرا لله أما الميت فقد يكون حيا من بين أظهرنا يسير ويمشي ويتكلم ويأخذ مبادرات لكنه لا يذكر الله هذا ميت فالميت الحقيقي هو ميت القلب وميت اللسان عن ذكر الله وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره ومن اتجع مضجعا لم يذكر فيه الله تعالى كانت عليه تره أين دامه أي مجلس جلسنا فيه لن نذكر الله أي مقعد قعدنا فيه أو مضجع لم نذكر الله سيكون علينا يوم القيامة حسرة وندامة فعلينا أن نذكر الله في كل وقت وحيد وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فعلينا أيها الأحباب الكرام كل مجلس لا بد أن تتطوع أحسننا وأكرمنا عند الله ويذكر ربه ويذكرنا جميعا بذكر الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة للأسف كثير من الناس يجلسون يتكلمون في كل شيء في الأموال في التجارات في الرياضات في الفنون في أشغال الحياة في صراع سياسة في نقابات في أخبار عالمية في كل شيء لكنهم لا يذكرون الله أو لا يكادون يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء إذا لم يذكروا ربهم كان مجلسهم أشبه بمن قاموا على مثل جيفة حمار والعياد بالله وسوف يتحصرون يوم القيمة لذا علينا أيها الأحباب الكرام أن نذكر الله تعالى كثيرا لأننا سنكون من الفائزين وهو القائل جل جلاله أنا عند ضمن حسن عمدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي الشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وسبحان الله خضوعا لعظمته والله أكبر الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره اللهم يا نور السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض والدنيا ورحيم الآخرة نسألك اللهم أن توفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لنا يا ربنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ألبسنا العافية حتى تهنئنا بالمعيشة واختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الدنوب ولا السيئات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا باسط لما قبط ولا مؤخر لما قدمت ولا مقدم لما أخرت اللهم إننا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطغر بها قلوبنا وتكشف بها كوربنا وتكشف بها همنا وغمنا وتداوي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتدهم بها شرنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين إليك ما ددنا أيدينا يا الله وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معدرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة